النواب العرب في الكناسة الإسرائيلي أعلنوا عدم التزامهم بقرار رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو القضي بمنعهم وبقية النواب والوزراء الإسرائيليين من دخول باحة المسجد الأقصى في القدس النائب أحمد الطيبي وفي بيان له أعلن أن هذا القرار غير قانوني وأن جميع النواب العرب سيدخلون الباحة لأنهم سيصلون في المسجد الأقصى يوم الجمعة قرار نتنياهو هذا جاء إثر المواجهات بين الموصلين المسلمين من جهة وشرطة الإسرائيلية من جهة أخرى التي سمحت لجماعات يهودية متطريفة بدخول الباحة هذا التوتر ازادت حدته ووصل إلى الضفة الغربية حيث قامت الشرطة الإسرائيلية بحملة اعتقالات في منطقة الخليل طالت أكثر من 31 فلسطينيا